ما بقول لك يا فنان ما تعمل لنا أغنية حلوة كده في حب الوطن يا السلام بس كده اسمع يا سيدي يا بلادي الخمسة ستة روحي بينا في أي حتة هنعيش وياكي نزبر لو حكمك عسكرتة لو حكمك عسكرتة يا فنان يا فنان بقول لك في حب الوطن يا حبيبي ركز معايا الله يبركي يا باشا يا باشا ده أنا موسوعة كله عندي ساعتك طب اسمع دي في ترابك قالوا ناحية طب ناحية في أي ناحية براكنك لسا عايشة وفيك الروح وصحية فيك الروح وصحية يا ابني انت هتفرفر مني ملوطن قدامك اهو هو انت ما بتفهمش يا حبيبي ولا بتتغابة ولا عندك انت بقى مشكلة لا سمح الله مع سيادة الزعيم القائر لا يا باشا لا يا باشا هو أنا حملكم ده أنا باشي بعلاق سيادتك أحلى أغنية للزعيم القائر يا بلادي العز داري ولو عشنا في المجاري لو بعتنا لسا شاري هتغدى سور جنابه واتعشى بالكباري هتعشى بالكباري يا باشا يا باشا ده أنا موسوعة موسوعة هجاب الناهية هو شكله رح في داهية هو شكله رح في داهية شكله رح في داهية من بعد ناكست يونيو سنة 1967 ما كانش فيه في الإزاعة المصرية أغنية وطنية واحدة ينفع تتزاع غير أغنية واحدة يتيمة للمطرب اللي مات قبلها بسنة واحدة سنة 1966 واللي كان اسمه محمد حبس عبد العالي الحو أما اسم محمد الحو ده فما هو إلا اسم الفنان الشهير اللي تشعر فيه ما بعد بمحمد فوزي أما الأغنية فكان اسمها بلدي أحبابتك يا بلدي الله طب وليه الأغنية دي بالذات عم عبودة طب ما احنا كان عندنا أغاني وطنية كتير وقتاً نفاق يا فنان كان عندنا نفاق كتير قوي مش أغاني وطنية كتير ولا حاجة كل الأغاني حبيبي كانت بتدور على جمال وجمال جمال وحلاوة جمال اخترناك يا جمال وعاش جمال عاش وانت حبيبنا يا جمال وانت نصبنا يا جمال او الله زي ما بقولك كده والأن كل أمجاد الطاغية بتموت معاه وبتنزل معاه قبره فالأغاني دي مش مشهورة دلوقتي وأنا هحط لك لينكاتها تحت هنا في المصادر هحط لينكات أغاني عبودة حلس بقتها يا رجل الشاهد هنا زعيم الأغلبية إن أغاني النفاق دي كلها ما كانش ينفع تتزاع في الوقت ده وإلا إزاي هنقعد نمجد في زعيم مهزوم ما تجيش يعني بس الجميل في الموضوع إن الأغنية كانت ممنوعة من العرض قبلها والزابط المقيم في الإزاعة بعد النكسة هو اللي أمر إن الحظر يتشال من عليها وتتعرض الله هو كان فيه زابط جيش قاعد برضو من يمهع مع عبودة أيوا يا جميلي الملامح وكان مقدم سيادته اسمه أحمد الماصري كمان طب وليه الأغنية دي بالذات كانت محزورة عبودة لسبابين يا حبيب أخوه السبب الأولاني إن الأغنية كانت بتمجد في الوطن بس ومفهاش أي ذكر للزعيم القائد صاحب الوطن اللي بيصرف عليه من جيب أهله والسبب الثاني إن الفنان محمد فوزي نفسه كان من المغضوب عليهم والمبعدين محمد فوزي محمد فوزي محمد فوز بتعماما زمانها جاية وذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو كمان يا زعيم الأغلبية طب أولا إيه مناسبة الحكاية دي ولا أنت طلع تهري وخلاص وثانيا إيه اللي عمله محمد فوزي عشان يتحط عليه كده ليها مناسبة طبعا يا جميل الملامح ومعاها مفاجأة كمان في آخر الفيديو أصبر انت علي بس أم عشان تعرف بقى اللي عمله محمد فوزي فهنرجع شويتين كده لحد النكسة الأولى وانقلاب 52 أو نسميها ثورة يوليو يا عم عشان الناس اللي بتزعب كلنا عارفين ان محمد نجيب تحط هو في الوجهة عشان لو كان الانقلاب فشل كان هو اللي هشيل الليلة ولو الانقلاب نجح فالراجل طيب بقى وشه قابوي كده ومعروف ومألوف عند المصريين وسهل يا حبيب نصدره في الزعامة ونلعب إحنا من تحت الترابيزة بس لما عمك نجيب فهمت تيتا وقال لهم لا أنتوا ترجعوا على سكناتك وشكرا قوي على الثورة وصيبوا الشعب بقى يحكم نفسه بنفسه قالول أمك في العشة ولا طارت وحبسوه 30 سنة محمد فوزي بقى فنان كان راجل وطني جدا وبيحب بلده أكتر مما تتخيله ولكنه للأسف تجرق وساند محمد نجيب في دعوته والعياز بالله للحرية والديمقراطية هنا بعد الانقلاب بأيام بعد ما كله راح يقدم فروض الولاء والطاعة للعسكر محمد عبد الوهاب ويوسف بيوهبي وصادق واحد تبين صدقه فيما بعد كان هو محمد فوزي ولما العسكر اتقسمه بقى معسكرين معسكر ضعيف مؤيد لمحمد نجيب ومعسكر تاني أقوى كان مع عبد الناصر المولد انفض من حوالين عمك نجيب وفضل محمد فوزي المؤيد عشان ظنها ثورة بحقه حقيق وغنالها كمان ولكنه أجرم ولم يغني لسوار العسكر ناصر ورجال وكان في نفس التوقيت ده وعلى الجانب الآخر كان فيه ناس بتدور على مصلحتها وشايفة السكة رايحة فيها عندكم مكلثوم مثلا ضربت مشوار لحد الإزاعة وطلبت كل استوانات أغنيها القديمة منها للملك فؤاد زي أغنية ملك الفؤاد وفما عسى أن أصنعها وجابت كمان استوانات الملك فاروق اللي غنت له برضو اللي لسه خلعينه من كام يوم زي أغنية ميلاد المليك اللي غنتها له في عيد ميلاده ويعيش فاروق ويتهنة وفسرت الاستوانات دي وهي واقفة هناك سيادتك ونشرت لها مجلة الكواكب صورة في العدد اللي كان بتاريخ 5 أغسطس سنة 1952 وهي موجودة في قلب الإزاعة وبتعمل اللي قلت لك علينا لما عبدالوهاب مضيقش وقت الراجل كان قاعد ساعتها بيلحن أغنية ناصر كلنا بنحبة بعد ما سحب برضو من عندهم أغنية يا رفيعة التاج للملك فاروق وعبدالحليم شبانة برضو وقتها عمل زيهم وسحب أغنية التهاني وأغنية ملك البلاد يا زين اللي اتغنوا للملك فاروق برضو لأ وغير اسمه من هذا التاريخ من عبدالحليم شبانة إلى عبدالحليم حافظ وبدأ من يومها يدور على حد يكتب له حاجة تليق بجمال وجمال جمال أما بقى فريد الأطرش فقريدي الراجل كان متطهد من الملك فاروق بسبب حبه للأميرة ناريمان اللي اتجوزها الملك فاروق فيما بعد واللي فريد كان غنالها الأغنية الشهيرة نورا نورا يا نورا رارارارارارار وما صدق فريد الأطرش إن الملك فاروق اتخلع ونزل بتقلو أكتر واحد فيهم تقريبا متح ونفاق في عبدالناصر منها نكاية في الملك فاروق اللي حرموا الحب الحبيبي بيعيش يا حقيق ومنها برضو ترتيب أوراقه وحجز مكان في حقبة عبدالناصر واتفتحت حنفية نفاق ومغالاة بقى يا سيدنا وخد عندك أمو كانسوم تغني يا جمال يا مثال الوطنية حبيب الشعب يا جمال وحققنا الأمال برياستك يا جمال وعبدالوهابي غني يا جمال النور والحرية عاش عبدالناصر عاش وعبدالحليم معاهم غنى اخترناك بمناسبة انتخاب عبدالناصر ويا جمال يا حبيب الملايين أما بقى فريد اللي اطرش فغنال وموال حبيبنا جمال وأغنية يا جمال وحبيب حياتنا أما محمد فوزي فكان في منطقة تانية خالص أكتر من ربعمائة أغنية في تاريخ حياته مفهومش كلمة جمال خالص غير جمال الورد وما كانش يقصد بها يا جمال عبدالناصر انت متخيل حجم الكارثة والمصيبة اللي عملها غنى علم السوار ويا أمة البلاد ويا بلادي ومصر فوق الجميع كلها للبلد وللوطن وبس لا 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 ده انت بتتحدانا بقى رب يتمكن عبدالناصر من السلطة سنة 1956 ويطير معاها كل الخصوم يا سيدنا ويجي الدور بقى على الصف التاني ومؤيدي هؤلاء الخصوم محمد فوزي كان عامل شركة إنتاج في الخمسينات ومت دايما تشوفها في إنترو الأفلام بتاعته كده أفلام محمد فوزي تقدر كان الراجل بيتفق على الفيلم قبل تنفيزه وياخد عربون وينفزه ويصرف عليه من جيبه ويروح بيعه تاني للي اتفق معاه وياخد بقية فلوسه فجأة بدأت شركات التوزيع دي تنسحب شركة ورا شركة وبدون كمان ذكر أسباب مع إن الأفلام حلوة ومش معيوبة وكأن الأوامر تم إرسالها من تليفون أرضي والمتلقي على الجانب الآخر بينفز من غير ما يناقش كان عندهم تليفون أرضي زماني أشرف فيه زي السامسونج بتاعهم وحتى لما محمد فوزي كان بيرفع عليهم أواضي علشان الخسائر اللي سببوهانه ما كانش بيطول منهم لبيض ولا سوى عشان مفيش جهة بتطلع تنفذ الأحكام عليهم أصلا وادرب دماغك انت هو بقى في أقرب حيط الدفاتر دفاترنا يا حبيبي والقانون بتاعنا مش بتفكرك بحد الحكاية دي يا عصام بالله عليك بحلف فهروح أنا بقى عشان سايب نور السلم وقال العبد لا 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 أعد خلاص أقولك أنا بس على الموزع الوحيد اللي رفض الأوامر دي واشترى فعلا أفلام محمد فوزي كان اسمه شركة منتخبات بهنة فيلم أو بهنة إخوانه وكان مصرهم وجزائهم يعيني فرض الحراسة على شركتهم ورميهم في الشارع ما انت بتقول بهنة إخوانه هو عم عبدالله يعني الإخوان وقتها كانوا بيساعدوه برضو ضد البلد أهو يا لأ إدوارد بهنة وجورج بهنة إخوان يا لأ كلمة بهنة إخوان دي زي ما تكتب دلوقتي بقالة عصام وإخواته كده بالظاهر وهم يا فنان إن كان واضح قوي الضرب جاي منه فيلم الدور بقى عمك محمد فوزي وياخد إرشين اللي فضلونه ويطلع على قطر ولا تركيا ومش مشكلة يتشتم ولا يغامر ويعود أكيد طبعا طلع على قطر ولا تركيا وقعد يشتم في مصر من بر زي لا يا عم الراجل قالك سوف نبقى هنا وراح قاعد ولم الإرشين اللي معاه على إرشين تانيين استلافهم وراح عامل معمل طباعة عديق كده في شقة صغيرة والأول مرة في أم الدنيا بقينا ننتج اللي استوانة اللذيذة دي على أرضنا وبدل ما كنا بنشتريها من بره بالعملة الصعبة وتمانها تسعين إرش بقى الراجل بيعملها لنا أجوده بخمسة وتلاتين إرش بس لا وكمان ده بدأ يصدر لبره ماس يعني اللي هو بدل ما كنا بنشتري من بره وندفع عملة صعبة لده إحنا هندخل للبلد عملة صعبة يا كبير خوزي بقى ناسة نجيب والسياسة والأفلام وركز الراجل في أكل عيش بس على الجانب الآخر كان فيه عسكر بترائب ومش ناسة كبر المشروع وعمك فوزي بدأ يلعب بالفلوس لعب باع الشقة الصغيرة واشترى مصنع كبير في العباسية وسما شركة مصرفون واشترى من وراء فيلا 78 ألف جنيه في الخمسينات وشوية عربيات بقى كده يغير فيهم والبل يا لعب وراجع معايا كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة للمؤرخ أشرف غريب الناقد السينمائي وهتلاقيه برضو في المصادر تحت الفيديو تقرأ إنه في أحد صباحات شهر يوليو سنة 1961 رايح محمد فوزي شركته كالعادة وإذا بيه يلاقي عربيات جيب عسكرية وقفة قدام الشركة ما شغال شباله الراجل ودخل وهب يلاقي مين على مكتابه أفنانه لأ مين عبوله المقدم أحمد المصري فاكره لسه إيلك عليه من شوية الراجل اللي بيقول الإعلاميين في الإذاعة يقولوا إيه وما يقولوش إيه أيوه أفتكرته بس هو كان بيعمل إيه هنا فوزي دخل عليه بكل شيئك كده صباح الخير يا سيادة المقدم ممكن أعرف حضرتك بتعمل إيه في شركتي هنا وفاتح أدراج مكتبي وبعد ضحكة رقيعة مدوية من سيادة المقدم قالوا لا يا حبيبي ده كان زمان لدي بقيت شركتك ولا ده بقى مكتبة ومبارح صدر قرار رقم 118 لسنة 61 من الدولة بتأميم هذه الشركة العظيمة مصرفون يا فنان أه والله بكل بساطة كده ماخدوش الشركة بس ده أخدوا معاها الفلا والعربيات وكل كل حالة وقالوا كمان أنت هتشتغل معانا هنا مستشار للشركة ومكتبك هيبقى في الطرقة اللي هناك تعرف إنت بقى عصام مكتب صاحب الشركة اللي هيشتغل معاهم مستشار طلع قط الساعي وبتاع الشاي اللي جنب الحمام فضوها وشالوا منها كراكيب وحطولوا فيها مكتب رخيص على كرسي مهال وعملولو مرتب مية جنيه في الشهر وغيروا اسمها كمان وسموها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات إيه دا انت تقصد اللي هي أيوة يا عصام اللي هي شركة الدولة اللي موجودة لحد دلوقتي واللي تحولت من بعد لمسات العسكر السحرية من شركة بتدخل الدولة دولارات لشركة بتخسر والدولة بتدعمها من جيبي وجيبها العسكر صدروها وفلسوها وسابوا شركة صوت الفن المنافس الوحيد ليها فم الدنيا تعرف ليه عشان شركة صوت الفن بتاعة عبد الحليم وعبد الوهاب والرجلين مأثروش معانا في حاجة الحقيقة زي عسكر دلوقتي ما بيعملوا كده مع سعودي وحسن مالك ومدارس ومستشفيات الإخوان بحجة دعم الإرهاب أخدموا امتلكات الناس دا طول عمره واسمه سرقة وجريمة لا تسقط بالتقادم أيها الحرمية تسموها تأمين بقى زي عبد الناصر ولا تسموها مصادرة زي بسلامتو هيفضل اسمها سرقة برضو وبشركم إن ورسة بهنة إخوان رفعوا قضية بعد موت عبد الناصر واستردوا كامل مستحقتهم وقاعدين في ورس جدودهم في اسكندرية لحد النهاردة ما هو مفيش حق بيضيع وورا مطاب محمد فوزي مرفعش كمان هو قضية لعم عبودة وأخد شركتها لأن محمد فوزي يا حبيبي ربنا يا عفيك ركبوا الهم وكتأب وفقد الشهية والمرض مسك في جسمه من هول الكرسى وما قدرش يتحمل محمد فوزي بوش مدور اللي وزنه 80 كيلو دا يتحول لهذا الشبح اللي قدام عينيك أبو 38 كيلو في 7 شهور بس الراجل السخي أبو جيب مخروم اللي كانت عطيام غراء كل الناس اللي حواليه ما بقاش معاه فلوس يتعالج وبيترمي من مستشفى لمستشفى ومن سرير لسرير لحد ما أخته بهيجة الشهيرة باسم الفنانة هودا سلطان وجوزها وقتها فريد شاوي اتكفلوا بعلاجه وسفروه لندن مرتين للعلاج ولما رجع مصر واتدهورت حالته سنة 1965 قدم الراجل طلب للعلاج على نفقة الدولة ولكن كما هو متوقع الطلب ترفض وهنا بقى تتدخل للمكلسوم وتروح تقابل عبد الناصر في مارس سنة 1965 اللي وافق بعد إلحاح شديد على مشاركة الدولة في علاجه بنسبة 50% بس وبدون مرافق كمان ولكنه اشترط ان فوزي يعمل لقاء في الإزاعة يشكر فيه عبد الناصر على كرمه وحسن عطاياه يعني المسروء يشكر اللي سرقه انه اداله من فلوسه حتة انت متخيل المزلة ده الرقاصة تحية كاريوكا شافت اللي بيحصله فقالت لوزير الثقافة وكان موجود ساعتها عبدالقادر حاتر هو الراجل دقت لكم قتيل يا خوية هو انتم بتعملوا فيه كده ليه؟ حرام عليكم الراجل بيموت قدام عينيكم وتفاجئت طبعا بتليفون جالها بعدها من جهة المار وتقال لها بالحرف ما تتكلميش في الموضوع ده تاني عشان ما تجيبيش لنفسك الكلام وفي 20 اكتوبر سنة 1966 يموت محمد فوزي وسنه وقتها 48 سنة ووزنه 34 كيلو مش هفعلوش عند العسكر القافلة الفنية اللي عملوها عشانهم ولفت مصر بعد الانقلاب تلم فلوس من الغلابة ورح فوزي بنفسه سلمهم لعبدالناصر بيبه فوزي اللي لحن النشيد الوطني الجزائري قسما اللي لسه موجود لحد النهار واللي كرمته الجزائر هناك سنة 2006 بلده بقى ومسقط راسه عملت فيه كل اللي سمعتوه وده مش عشان عارض وقال عبدالناصر لا 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 سمح الله لأن لأ دي كان ليها تمن تاني خدلي بقى انت من الماضي كوبي كده بكليك يمين وتعالى بالموس اعمل لنا بيست كده على الواقع وانت هتشوف حاجات كتير اوه هتشوف مين المغضوب عليهم وليه وهتشوف مين المتدلعين ومحتوطين على الحجر وهتعرف برضو ليه هتعرف ليه اعلاميين زي ناصر ومعتز مطاردين واللي زي احمد موسى وعمر قديب عايمين على وش الفتح هتشوف فنانين زي هشام عبدالحميد هشام عبدالله ومحمد شمان عمر واكد خالد ابو النجا مش عارفين يحطوا رجليهم في بلدهم مصر في عز محمد عز وأمير كرارة وشريف مونير ومكي وكريم عبدالعزيز يتلمعوا فم الدنيا ونقص بس يتعمل لهم تماثيل وغيرهم كتير في كل كل المجالات في حلقة السرب اللي فاتت واللي اتحزفت بسبب بلاغ من الشركة المنتجة للفيلم وجهت رسالة لللي هيشتغلوا في الفيلم وقلت لهم اللي هتعملوه ده باطل والله هم قد بلغت اللهم فشها وتقريبا يا مؤمن الرسالة وصلت لحد شغال في العمل ومغلوب على أمره وشغال بالسخرة أو بالأمر المباشر وإلا فانتوا عارفين النتيجة تبرق الراجل من العمل ومش بس كده فالداني كمان اسكريبت الفيلم كله بالكامل النسخة اللي مليانة كذب وتلفيق وضلاح 141 صفحة غرضها التطبيل لطاغير ماكتفاش بقتل شعبه وهاجل راح يقتل في شعوب تانية عشان ياخد اللقطة ويلمع ويحسن في صورته وعشان ينقلب السحرة على الساحة شهادات الناجين تحطها جنب شهادات وفاة الضحايا وتقرنهم لي بقى بسكريبت الفيلم كده وتشوف بعينك وتحق وبالمناسبة انا حطت لكم لينك صفحتي على الفيسبوك هتلاقوها تحت هنا في المصادر أول لينك فزروها انتوا بس بعد الفيديو على طول ومش هتندم وأما انتوا بقى فبالشفاء على بدانكم هذا القفى المطرع وحليكوا قالين قيمتكوا كده ودولة بنظامها بإعلامها بأجهزتها وقفة بتتخانق مع يوتيوبر دمتم مهزئين ونقصين وفيكم كل العبر ودامت كلمة الحق أهراكم وغيظاكم ومصغراكم قدام نفسكم قوي رغم ضعفها وقلت حلتها بس معاها ناسها الطيبين ما تنسوش بقى تروح على الصفحة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبس كده يا مؤمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة